موسيقى أهلا بكم مشاهدنا في كل مكان إلى هذه الحلقة من برنامجكم بكل هدوء إنجاز تاريخي غير مسبوق للمنتخب المغربي في منذ القطر 2022 في هذه الحلقة نطرح السؤال ثم ماذا بعد ماذا بعد هذه المكاسب الرياضية وكيف يمكن استثمارها لتحقيق المزيد من النجاحات هذا سؤال محوري تتفرع عنه أسئلة أخرى نطرحها على ضيوفنا الأستاذ جمال أجدو الصحفي الرياضي أهلا بك كاسي جمال مساء الخير أهلا بك وأهلا بمشاهدين قناة إنفاند كار شكرا جزيلا ضيفنا الكريم أيضا المدرب السابق للمنتخب المغربي الأستاذ حسن مومن أهلا بك أهلا وسعلا وأنا سعيد بالتوجد معكم ومرحبا لمشاهدين كريم شكرا جزيلا ضيفنا الكريم كذلك الدكتور الباحث في علوم الرياضة الأستاذ لطفي زغاري مرحبا بك سيروطفي لا يفرق فيك شكرا على استدفة شكرا جزيلا ضيفنا الكريم الطبيب والباحث في العلوم العصبية والسلوك البيولوجي الأستاذ ياسيني الشو مرحبا بك شكرا على استدفة نبدأ إذن معكم ضيفنا الكرام في بداية هذه الحلقة بتعليقاتكم السريعة على هذا الإنجاز غير مسبوق للمنتخب المغربي ماذا يعني لكم سي وجده؟ وهو أكيد إنجاز غير مسبوق كما ذكرت ولكن كيف يبقى من الإنجازات ديال الرياضة الوطنية اللي عرفت واحدة قفزة كبيرة يعني كفعالين كمجتمع مغربي يستجيب أنه اليوم أنه ندير واحدة لقفة وهذه اللقفة باش نستمره في هذا الإنجاز يعني بشتل المجالة دياله وكذلك بالأبعاد دياله الأبعاد الرياضية الأبعاد دياله الاقتصادية جميع الأبعاد كما ذكرت بما فيها البودة الاجتماعي واقتصاد المدرب السابق للمنتخب المغربي سيد حسن مومن هل كنت تتوقع يوما ما سنصل إلى هذا المستوى إلى نصف نهائي المونديال صراحة لا وأكيد على أن الشعب المغربي كله كان معنا تقريبا في نفس التفكير لأنه إذا شفنا غير مثلا العدد تعليبي الوراقي يتباعوا في التومون لم يكن تقريبا المغربة لم يكنوا شرعوا لأنه كانوا تدرعوا لأننا سنعزموا ونخرجوا من الدور الأول ولكن هذا الإنجاز يعطينا واحد من قفة كبيرة على مستوى النفسي على مستوى له واحد حاجز اللي كان بيننا وبين واحد جمعة الألقاب اللي كانت تخصنا أننا نكون حصنا عليها هذه السنوات وكان الآن اجتزنا واحد المرحلة أخرى وخرجنا من ذلك العقلية الهزامية العقلية الانتصار والتفوق والنيدية مع الفرق العالمية هي بداية الطريق ربما ضيفنا الكريم سيلوتفي الزغاري بداية تؤسس لما سيأتي بعد كيف تتوقع المستقبل في كلمتين صحيح بالنسبة للإنجاز التاريخي المنتخب الوطني المغربي أنا ما كنسميه اشتفرة حيث هو نتيجة العمل للسنوات غي كما قال الأستاذ مومن هي مجموعة الناس والمغاربة ما كانوا كيف توقعوه لاجح تولفنا واحد العقلية وقيلة انهزامية ولكن نظن أننا وقيلة هذا والمنعراج لنشوف المنتخب الوطني المغربي ورياضات أخرى كذلك نشوفها في مينصة تتويج ذلك ما نرجو سي ياسيني شو ربما التغير المرتقب اللي يبدأ في الجماهير المغربية الرياضية وفي عموم الشعب المغربي أننا نستطيع أن ننجز في المحافل والمنتديات العالمية والدولية كذلك الإنسان بطبيعي عنده واحد الحاجة للفوز والحاجة أن الإنسان يحسب رأسه بأنه عنده واحد تدور في المجتمع هذا الفوز هذا يعطينا إمكانية النجاح ووجود شخصية البطل بناتنا هو حاجة لنا لكي نستطيع نزيله قدام الآن أمام واحد المشروع ناجح أنا ممكن نختار المصطلح النجاح على الفوز لأنه نجاح لأنه كان جهد وصلنا التمار الفوز هو الحضي أما النجاح فهو النتاج للجهود لكن السؤال بدئي ضيوفنا الكرام هو ما سر وصفة وليد الرقراجي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أشنو هو السر الأبرز إذا صحة هذه العبارة عبارة سرسي أجدو وأكيد يعني السر ما هو جاء نتيجة واحد العمل واحد تيقى في الأطور الوطنية الكفأة فأكيد المشروع لما يتم تحديده عنده واحد مجموعة من البناءات ومن هذه البناءات يمكن أن نطلقه من خريطة أساسية لتوضعات من أجل تطوير المنظومة الرياضية في المغرب إذا ربما الكفاءات الوطنية هذا واحد من الأسرار بالفعل الكفاءات الوطنية بالفعل كيف قام الأسرار والسير أيضا كما ذكرت أنه نطلق مثلا الإسرار من أجل البلوغ النجاح وأسرار من أجل البلوغ النجاح هناك مجموعة من العاوامير مرتبطة لكي نصل للمستويات التي وصلنا لها اليوم خاصة للمستوي الإنجاز المنتخب المغربي في قطر 22 أكيد سأرجع معك إلى الوراء وسأنطلق من مرحلة التأسيس لهذا النجاح هو المنظرة الوطنية الموجهة ديال رياضة ديال السخيرات في 2008 الموجهة الرياضة فأكيد هذه الرسالة الملكية فيها جوج يمكن إن صح التعبير فيها الشيق الأول المتعلق بالحاكمة والشيق الثاني المتعلق بالتكوين فهنا كان ربطوا من المجال بمسألة ديال الكافاء وليد الرجال راجيليوم هو إطار وطني كف بلغ ما بلغ من النجاحات فبالتالي يجيب الاعتماد على هذه المنظومة وهذه المنهاجية من أجل بلوغ مراتب أفضل من التي حققنا أكيد أكيد من بعد رئيسة الملكية كتجي ذكرنا في الكاوريس مسألة ديال تكوين لمنطلق أيضا الأكاديمي ديال محمد الساديش ثم دستارات رياضي في الدستور ديال 2011 إلى جنب أيضا هذه عوامل هذا تراكم مسار ربما قطعه المغرب ليصل إلى هذه النتيجة هذا العمل ربما أستاذنا الفاضل سي حسن مومن لم يأتي من وحي اللحظة من وحي الصدفة ولكن كان فيه تراكم أفضل في نهاية المطاف إلى هذه النتيجة بمجيء وليد الرجراجي طبعا تتميما لما قاله سي جمال هو أن فعلا كانت واحد مجموعة محطات محطات اللي كانت البداية من المناظرة من بعد كانت تزنا مباشرة لبناء الأكاديمية اللي كانت نموذج باش أنه يحتدى به من طرف الفروق الوطنية وعطتنا لعب لي الآن الحمد لله نوكب صموع المصدر اللي هو جيد كذلك كانت محطة أخرى هي تغيير قوانين تعلن الاندية وانتقال من مرحلة إلى مرحلة احتراف على مساوى البنية تحتية عرف المغرب واحد نقلال هي مهم مفزف على مساوى الفروق النخبة وعلى مساوى الهوات وكثر من هذا على مساوى ملعب تا القلب بأن نشك اللعب كنشوف مثلا ملعب له أطرب هذا المسائل كلها أساتل واحد عمل واحد النتائج التي هي بنت بنت على واحد من جموعة الأصحي دائما يمكن أن نضرع الفتصال الآن بأطار مغربي ولكن ببنيات احتيال التي يشتغل لها داخل مركب محمد السادس لأن يجعل جميع الإمكانيات على مساوى العصور النسوي رأينا النتائج كانت حصل بمعنى نذكر هذا النتائج لألاش هذا النجاح رمج من الفراغ وهذا جاء تركم وهو تحصل وحاصل وبالتالي تأتي الورقة الأخيرة الورقة الأخيرة وليد رقراجي اللي كان ضروري باش أنه فعلا كيفاش يجمع تحدي اللاعبين وكيفاش أنه يجعل يكون لاعب على حساب عقلية وعلى حساب الطموح دياله أنه يجعل من صهر في واحد مشروع لواحد مشروع تحت تحدي واحد مشروع اللي في واحد نضيبات اللي هي يقول لي يعني الأرضية كانت ممهدة ولكن الشخصية اللي تجمع المنتخب المغربي لتزرع فيه هذا الروح ديال الإصرار والوطنية كنفح جاليها أكيد وهو صراحة ولي نقول لك أنا ملهم ليس فقط المنسبة المذربي ومنسبة الأوتو التقنية ولكن كان ملهم شعب المغربي لأن من نهار اللي سيقول لك القول الشهيرة لأن لماذا لا نفوز بك العالم الناس كلها ما طيقتش قال لهم أودية كنقول لكم على الأقل الأجيال اللي جاي من بعد تأمل على أن ممكن واحد نعم غادي أننا نفوز بك العالم بالتالي هذا النقلة النفسية وهذا الطموح وهذا السقف طموح لهز وليده من خلاله فعلا لاعبين كي تزدوه داخل الملعب خلانا هرسنا ذلك الحاجز النفسي اللي كان يخلين أننا ديما صغار دائما هزامي ديما كنشوف الناخر هو أخوى منا وفي التالي هذا مسألة أنا قد نسبل الإنسان المغربي عندنا الآن واحد القائد وملهم على المستوى التقني وستطيع أنه فعلا يأثر في التواصل اللاعبين الصحفة الجمهور وكان الشعب المغربي الآن كله عنده كله تحدي للمستقبل هي عوامل إذن تدافرت عوامل كثيرة تدافرت كان فيه أرضية مماهدة كان فيه طبعا بنيات تحتية رياضية فيه مؤسسة للتكوين هي مؤسسة محمد السادس لكرة القدم فيه كذلك ترسانة قانونية فيه توجه نحو الاحتراف البطولة الوطنية ثم في لحظة تاريخية ما جاء الشخص المناسب الذي سيحقق كل هذه النجاحات من أنه ليست معجزة كما قال سيمو من كشعب مغربي كنا بخسوم العمال الأطور المغربية خصوصا لماذا كنا لن تقارن مع فروق عالمية دائما لدينا نقص على أجلس سندخل المباراة سندخل البطولة سمحوا على التعبير سنشطوا البطولة وهذه عقلية ليست غيد الجمهور المغربي ولكن القارة قارة أفريقية كاملة وليد هو الشخص الذي قد أنه يجمع هذه الشاتات ويقد يخرج منه إنجاز رياضي وما يمكن أنه يدروا على إنجاز أو أنه يدروا عليه كطفرة يعني شيء حاجة اللي جاءت غيها كاك حيث مجموعة الناس يريدون يسوقون هذا الإنجاز على أساس أنها شيء حاجة اللي لم يكن نتعذرها ألو لا هذي كنا نتعذرها غي كما قلنا كان خصنا الإنسان يجمع جميع العوامل التي متوفرة منها بنيات احتيا ويجمع بيخرج منها الإنجاز وكي نزيد نأكد أنها ماشي يطفرة هي أن لدينا أمثلة أخرى لدينا الرياضة النسوية كرة القدم تأهل الكأس العالم لدينا هشام دقيق كذلك اللي دار واحد القفزان وعياب الفوتصال في المغرب لذلك أنا مؤمن جدا أن هذا ما يكون الإنجاز الأخير للمغرب حيث التوجه للمملكة المغربية كله في الرياضة نحن نعرف ونقلب على المراتب ندخل نشارك ونقلب على المركز الرابع والخامس والسادس ونخرج من الدور الأول والثاني ونقلب على المغربة الأول وكي تأكد أن البنضية الجيلس المغربة قلنا لهم واش في فترة ما كان الحديث على تمثيل مشرف على حضور على استعراض في كرة القدم اليوم الناس بقى فيها الحال حيث ما تأهلناش للنهاية على الصعيد النفسي هذا طفرة هذا تغير جدري في المقاربة للأشياء في النظر إلى الأشياء كذلك سيشو هي مراحل نفسية عاشها الجمهور المغربية يعني دينا منه المراحل نفسية الجمهور المغربي من أنك تكون أفكار ميتافيزيقية أننا خلقنا باش نخسروا ومعليش نربحوا مستحيل شو يولينا كيبلينا شو دي الأمال شو يولينا متيقنين مئة في المئة أننا نديو الكاس وصلنا لدرجة أن الكاس حاليا مغربي وهذا إن دالعش معيد لعنا أن الأمال كان خاصنا نسقيوه وغادي طبعا هذا النجاح نضعه في سياقه العام في السياق المغربي اليوم موسوم بالعديد من الإنجازات المغربية هذا النجاح في الرياضة ليس معزولا عن السياق المغربي برمته حققنا نجاحات على الصعيد الدبلوماسي حققنا نجاحات في الأوراش الكبرى المغربية حققنا العديد من النجاحات في الطاقات المتجددة على صعيد البنيات التحتية الموانئ المطارات في الاقتصاد في الفلاحة كانت بزيف دي المؤشرات وبالتالي ربما لتكتمل الصورة يجب أن نضع هذا النجاح في معناه الحقيقي وهو أنه جزء من نجاح المغربي المرجو على جميع الأسعاد سيوجده وأكيد طبعا هو نجاح تبقى مرتبط بأشخاص كذلك أشخاص لتعطيهم فرصة من أجل تفعيل وتطبيق هذه المشاريع التي ذكرت من قبل فأكيد حتى على مستوى الفريق الوطني يمكن كما قال دكتور ياسين النفسيين ما كناش مهيئين أنه المنتخب المغربي سيصل إلى هذا المرتبع المرتبع الرابع عالميا ولكن حدته هو يبقى واحد العامل جيد جدا لماذا؟ كيبقى السؤال لأنه الرياضة المغربية وقرة القادمة المغربية بالخصوص شاركت في محفل من محافل القرية والدولية كان نمشي وبدك شخصية البطل وهذه عامل من العامل أيضا اللي كانت خلينا نخفقه بعد الأحيان أنا نقول أنه كان هناك إخفاقة مثلا الإخفاق ديال كأس إفريقية الأخير في الكاميرون مع الناخب الوطني السابق أنه في مجموعة من الأمور اللي هي مرتبطة أيضا بطريقة ديال تدبير ديال واحدة المؤسسة فمن تأمنين كان مشيول المؤسسة المؤسسة هي اليوم هي التي تضع البرامج فكما ذكرت ما ذكرت على مستوى الانفتاح على البعد الإفريقي مثلا ديال المؤسسة الملكية اللي سيدنا محمد السادس أنه نفاتح إفريقي يعني الدبلوماسية الموازية في جميع المجالات ولكن حتى على مستوى الرياضة كان هناك شخص الذي يعني عرف كيف يعني ينهل من تلك البرامج حتى يصل أيضا إلى ما هو منتظر فمثلا مؤسسة الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم جات اشتغلت على مشروع ديال تطوير كورة القدم يمكن الحيو اليوم سيفوزي القجاع كرئيس الجامعة ولكن قبل كان هناك برنامج توضع من أجل كورة القدم في جميع السابقة ديالعلي الفاسي الفيهري أكيد أنه معناسي حسن مومن يعرف هذا المنظومة معناس نعم سيم مومن وهو مدرب طبعا سابق للمنتخب المغربي يمكن وليد الرقراجي جاء في لحظة التاريخية المناسبة لكن أشنو اللي كيميز وليد الرقراجي شنو هي الوصفة اللي جاء وليد الرقراجي طبعا مرتبط باسم من يعني لاعبين نعم يقومون بالمجهود إلى لاعبين ربما يبذلون العرق ويبذلون أرواحهم في المباراة شنو السرر ديالك طبعا قبل كأس العالم كما قلت لك كان عندنا تخوف لعدة اعتبارات والاعتبار اللي كان صحيح هو أن وليد يأخذ الفريق الوطني المغربي في واحدة الشهور قبل الموعيد وبالتالي كان المساحة الزمنية كان صحيح بشأنه يشتغل بهدوء ويشتغل بفعالية كبيرة ولكن وليد هو نتاج بعدها وحد مدرسة فرنسية تود فرنسا لعب محترف وكذلك من الحص الحد يالو على أنه دخول المغرب ويشتغل داخل المغرب مع الفتح الرياضي ويحقق نتائج الإيجابية من هالحصول على أول لقاب البطولة في التاريخ الفتح الرياضي من بعد ينتقل كذلك للدحيل القطري ويفوز وعطفة الأبطال ويكون ثاني مغربين بعد المتالي سيحصل على هذا اللقب وثالث لقب نسبة الويداد الرياضي معناه شي حاجة ليس شي حاجة اللي نحصل عليها باستمرار يمكننا نضروع البطولة ولكن هذا يبين على أن الإنسان عنده وليد عنده إلهام كبير في شخصيته في تكوين دياله في ليجين دياله عنده ملكات كيف يمكنه أنه يستمر اللاعبين كيف يوجههم كيف يخليهم على أن اللاعب اللي كان نوعا ما أنهم ما كانوا من ضابطين على مستوى الدفاع مثلا كبوفل وكزيش كان يشوفهم بامتياز أنهم يقوموا بهذا الدور لماذا؟ لأنهم مقتانعين به وكحملهم كثير من هذه المسؤولية السياسية ما زال يهضر على مستوى النفسي كيف يمكنك الإنسان يعطيهم مسؤولية وكأنك تخليهم مسؤول وكتطيق فيه أكثر من هذا أنه يقول لي يعطيك كثير من نازل وبالتالي على مستوى التدوير كذلك حتى اللاعبين وتوضيف ديالهم ده الخطة التي هي مناسبة لأنك يعرف رسول المساح الزمن فهذا السياق هذا ديال الثقة والحب وليد الرقراجي قال فيما يتصل بي زياش قال زياش يكفي أنك تعطيه الحب وتعطيه الثقة ويمكن يعطيك أي حاجة في الميدان طبعا زياش هو لاعب لينكن اللي هو كنقوله قائد لاعب وكين قائد اللي هو المجموعة وزياش عنده شخصية قوية بعدها واحد الإنسان يمكن لك أنك إلا دخلت معه في فن ديالك يمكن له أنه هو ينطحر قبل ما غير ينطحر الناس اللي معه والأخير ولكن إلا كبرت به وعطيته القيمة دياله أنه غادي يمكن له أنه مش شي غادي يشتغل فقط هو غادي يطلب ويدير ذلك الشي اللي ما موال شك يديره غادي كثير من هذه أغضي عتي تتق المجموعة وشفنا شخصية دياله في إطار واحد النزاعات مثلا في المقابلة في واحد حضاء من اللحظات أنه يمشي في اللعب وكتحس به من اللي عاتك ديالك القوة وهذه المسألة تعالي أنه يكون عندك ديالي إذا يرفض المجموعة بشخصيتهم مهمة بزاف إضافة إلى ما هو تقني ما هو تاكتيكي ما هو رياقة بدنية في هذه المسألة وليد الرقراجي اللعب عن نفسية تعالي اللاعبين وعرف كل لاعب كيفاش كيم كله أنه يعطي أحسن ما عنده ووظفهم في تجاه الخطط والحمد في تعامل ديال وليد الرقراجي اللي نغلق هذا القوس سي لطفي في تعامله مع اللاعبين يعني لما كيكون وليد الرقراجي يعطي تصريح صحفي وكي يجي شي لاعب يدخل في الكادر كيتكلم معه بشكل عفوي بشكل عادي يعني بلا ندير هدوك اللاعبين ويعطيهم الحب والثقة هات القضية كنشوفها عند بعض الأساسي دا لك احنا قرينا فش كنا كنقرأ وكان بعض الأساسي دا اللي كي قد يشدلك المعلومة العلمية وكي سهلها وكي قد يوصلها لك لحساب عقلك فش كنت انت مازالك تقرأ قالو وليد الرقراجي مش أستد ولكن خدت دور ديال الأستد لك شنو كيدير لك طريقة بش كيتعامل ما كيفصلش ما هو مهني مع ما هو عاطفي إنساني وبالتالي هاتش اللي كان نقص عندنا وقال في المنتخب الوطني المغربي كما قال الأستد مومن دونك زياش واللي كان الحالة المستعصية عندنا في الفريق الوطني كان عندهم جمعة مشاحنات مع الناخب الوطني السابق والقينا أنه مشاكيل هذه المشاكيل قد يتجاوزها السيواليد الرقراجي وهنا اللي كان نقول أن هذه الدور ديال القيادة لليدرشيب ما كيكونش عند أي واحد والسيواليد قد أنه يجمع الشتات ويلمم الشتات ديال المنتخب الوطني المغربي في ظرف ثلاثة ديالأشهر كما كنا كنا نقول وكان كيقول كل شي كنا متخوفين مش حتى ما تيقنش في الكفاءة ولكن المدة الزمانية اللي يخدا فيها قليلات الشهور مش قد أنه يجمع ولكن وليد الرقراجي طبعا في كرة القدم وليد الرقراجي في ميدان آخر يعني نحن في حاجة مثل هذه الشخصيات في جميع المجالات شخصية القائد الذي يعرف كيف يجعل الفريق كله ينخرط في مشروعه ربما على هذا الصعيد يجب أن نشتغل قليلا لأن البنيات التحتية موجودة الترسان القانونية كل شيء موجود لكن ربما نحتاج إلى هذا الشخص الذي يعرف كيف يمزج كل هذه العوامل ويعطينا هذا النجاح الإنسان بطبعه مقلد يعني أننا في الأشهر الأولى من حياتنا كنقضيها كنقلده الآباء ديونا والأمهات ديونا يعني الإنسان إليك شاف قدام واحد جريبة ناجحة فهو وخصوصا إليك كانوا ارتباط اجتماعي معاك يشوف راسه في ذلك الشخصية وهذا هو الحسن الانتماء للي الكرة والرياضة تستعمل الحسن الانتماء أننا نحن اللي ربحنا نحن اللي غلبنا يمكن أن تكون واحدة شخصية قائدة الدرالي الصغار تشعر حتى نقول لي بحال الرقرق حتى نقول لي بحال هذا حتى نقول لي بحال هذا البساطة هذه الأشياء عنده واحد تأثير بسيكولوجي خصوصا عند الفطرة المراهقين وعند الأطفال اللي باقي ما ديفلوبوش واحد البلاصة في الدماء تسمى البرفرونتال كورتكس مهمة بزاف وهي اللي تخلي عنده واحد اللي بصمة في حياته بأنه بغي نوصل بحال هذا السيد حيث ضروري يكون عندك واحد لغافرونس عندك في حياتك اللي تمثله النجاح وده بحاليا عندنا هذا الرقرق يعني الرقرق كمدرب واللاعبين واللاعبين بطبيعة الحال كل واحد سيقلب رأسه على الشخصية التي تناسبه سواء واحد من اللاعبين واحد من الرقرق واحد من المدرب مثلا وهذا سيجعل الأشخاص عندهم واحد الهدف معين أنهم يقدروا وصلوا عندنا كأس العالم في جميع المجالات المجالات كاملة عبارة على كأس العالم يعني إلا كل واحد شاف رأسه عن طريق الإسقاط في الجربة المنتخب الحياة فيها رهانات في إطار إضافة في إطار إضافة فيما يخص الشخص الوليد الرقرق أكيد اليوم يتحدث على أنه تقلد منصب الإطار الوطني للمنتخب المغربي قبل سلطة أشهر وكان هذا الإنجاز فإلى رجعنا في البداية دي الويد الرقرق يعني منذ الإشراف دي له على فريق الفتح الرباطي يمكن سأذكره لسي حسن مومن في واحد المحطة دي له في البداية أنا أتذكر جيدا كان بتاريخ 8 مايه 2014 وعلينا وليد الرقرق مدري من فريق الفتح الرباطي قلته يعني بالحرف السي حسن مومن كنا في مدينة دار بداع على هاميش الوفاة دي الإعلامي الرياضي محمد أبو عبيد في الجنازة دي له سي حسن يعني انتداب دي الوليد الرقرق مدري من فتح هواش غادي ينجح يعني بالحرف قال لي إلا 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 ثلاثة أشهر فأكيد غادي ينجح في المصار دي له يعني في ثلاثة دي الأشهر بالضبط نال وليد الرقرق اللقب الأول اللقب الأول ليه كأس العرش مع الفتح الرباطي في ثلاثة دي الأشهر يعني في ثلاثة دي الأشهر مع الفتح الرباطي إنه اللقب الأول وفي ثلاثة دي الأشهر مع المنطقة الوطني يعني وصل المرباء الدابي يعني حقا لمجتوى الشخصية دي الوليد فأكيد إنسان لواقعه في تعامل دي له مع الموحيط والمنظومة الرياضية يهمنا كثيرا طبعا أن نثمن ما قام به وليد الرقرق لكن أيضا يهمنا أن نستفيد نستفيد ونستثمر ما قام به وليد الرقرق كما قال الأستاذ كنا في تنافس للفوز بكأس العالم ووصل بنا الطموح إلى أن نريد الفوز بكأس العالم طبعا هذا فيه تنافس وفيه رهان الحياة برمتها مليئة بالتحديات وبالتنافس كذلك وبالرهانات الكبرى لو نسقط يعني مبارة كرة القدم أو مسابقة في كرة القدم على الحياة كلها ونحقق هذه النجاحات التي حققناها في كرة القدم في جميع مناحي الحياة هل ذلك ممكن تسلط فيه من الناحية النفسية طبعا من هذا الإنجاز التاريخي كنا ندره على كفاءة وطنية كنا ندره على مغريبي الحاجة وقيلة التي توفرت فيه هي الإحساس الوطنية حيث كما قلت في وسط المباراة كنا نحسب ها القتالية كبيرة لعبين وهذه القتالية لا تجيش من فراغ من قدرش نجيبو شي واحد يمثل دولة أخرى مثلا أو لبالد آخر ويحس بالنفس الإحساس اللي كنا نحس به وليد رقراكي يعتمد على هذه القضية ثاني حاجة الإسقاط ديال الجريبة وبنت في ترضيير الشعار الوطني صحيح يعني اللاعبين كيفاش كينساجموا ملامح وجوه هم الجماهير كل هذه معاني كبيرة في الحقيقة ربحناها من المنذي صحيح مررنا رسالات مررنا مجموعة الرسائل دازو مجموعة الرسائل والحاجة اللي بغيت أنا نعود نزيد نوقف عليها هو يجب اتقاف الكفاءة الوطنية حيث اللي بللي كنشوفه هنا في الستاف تيكنيك المنتخب الوطني المغربي أغلبية فيه هما عبارة عن ناس مغاربة أطور وطنية مغاربة كان الأجانب ولكن الأغلبية فيهم أطور الموعيد البدني الاناليست فيديو سي الحبشي اللي قام بوحد دور خيالي الجميل في الأمر اللي كان عند سير رقراجي هو يظهروا عليها أنه يحترموا اختصاص وكنا شرنا لها توتالغ لك احترام الاختصاص هو اللي يوصلنا هذا الانجاز الرياضي في أي نوع در الرياضات عنده عوامل كثيرة وهذه العوامل لا يمكن شدها إنسان واحد المدري بوحده لا يمكن شدها شي كامل وبالتالي يجب نمج موعة الناس وليد في حقيقة رقراجي يعني مدربا في تواصل بسيط قريب من الناس يعني سهل في المعشر ولكن في العمق ينجز يمكن هذه الشخصية دي الوليد الرقراجي تتسم بالبساطة ولكن العميقة في نفس الوقت بطبيعة الحال أنا بتنزيد واحد نقطة من الجانب دي القتالية دي العابة لحيث الانتماء هو أهم شيء في كرة القدم وفي جميع الرياضات الحاجة الوحيدة اللي كتحفز دماغ دي أنه يبقى يعني الهورمون دي للساعدة هو حس الانتماء وإحنا مني كنتفرجوه في الماتش كنقولوا إحنا لي ربحنا يعني كأننا كنلعبو ذلك الماتش ولكن إحنا ما كنلعبو هذاك حس الانتماء هذاك حس الانتماء هو الدينامو هو المطور اللي كي خلينا نتقاتله أنني أنتمي إلى مجموعة عامة وهذا الحس الانتماء هو غريز يعني هو واحد الحاجة اللي ضرورية خاصة نحسو بها هذا الحس الانتماء قد نمشي معك الأبعاد يعني في النتائج ديالة 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 هو الجالية المغربية وخصوصا الجيل الثالث ديالة ديالة المغربية المقيمة بالخارج وصاحب الجلالة تحدث على هذه النقطة هذه وخاصنا نستطمر لأن الجيل الثالث هما للأباء ديالهم تزادوا في الخارج وتزادوا يعني الحس الانتماء ديالهم سينقسم على الوقت تكلمنا على التراكم في مجال قرات القدم وقلنا بأن هذا الإنجاز هو حصيلة هذا التراكم بالنسبة للجيل الثالث من الجالية المغربية المقيمة بالخارج هو كذلك حصيلة برامج وضعها المغرب لحفظ هذه الصلة دائما ما بين المغرب يعني كيبان بأنه شوف غير على المستوى مثلا التحويلات التي يقوم بها مغاربة العالم للمغرب وما تساهم به في الاقتصاد وفي عز جائحة كوفيد كانت هذه التحويلات يعني بشكل كبير جدا يعني كيبان العمل التي تنجز على مدى سنوات هذا هو الجميل ربما في التجربة المغربية طبعا إذا أسمحته في هذه المسألة تحفيز لأنك ترفو التحفيز في جانبين كان تحفيز له خارجي لكتطي مثلا مش هالذي السنوات صراحة مع الفريق الوطن المغربي دائما كانت تناقش مش حال غيربح اللاعب ولا فاز بواحد الكأس ولا فاز بهذه وهذه مسألة مع وليد ومع سيفوزي القجاع أنهم مشوا التحفيز داخلي إلى درجة أنه التي تشوف زياش أن الفلوس الذي يأخذ ولا شي حاجة تبرع بها بعد الجمعية خيرية بمعنى أنها رغم الجيش من أزل الفلوس وهذا هو الذي أعطان القوة وشوف هذه اللفتة إذا الصحة طبعا هذا الخبر شوف هذه اللفتة الإنسانية الجميلة من شاب يعني هو زياش نعم لعب كرة قدم لكنه شاب مغربي مقيم في هولندا ويتبرع يعني بما سيربحه من تعويضات في المتحدة هذه لمشي سهل هذه صعيبة هو جيس كان عفوه أنه كيف قبل باش يحمل القميص على الفريق الوطن المغربي تحمل مشاكل كبيرة داخل هولندا في البطولة الوطنية في البطولة الهولنضية إلى درجة أنه مع الفريق الاجاكس يشجل الفريق الاجاكس الفريق ويمشي باش يحتف مع الجمهور ويدرب بالقيننات بمعنى أنه تحمل الشيء الكثير وهذا شخصية هي قدوة الأجياء التي جاءها من بعد ولم ننسى واحد النقطة أن نكنا كانت نقش مع دائما ولاد الجالية ولا شي حاجة سواء لا إسبان ولا فرنسا ولا هولندا كانوا يواجهوا دائما لأطفال ويقول لهم مودي ستمش المغرب من أجل ماذا إذا عددوا معنا فرنسا ستديوا كأس العالم ستوصلوا نصف النهائي الآن هذا الإنجاز يتخذ بالاعتبار على أن هذا الأجيال إن شاء الله وهذا الجيل الثالث الذي يضع عليه السياسين أنهم الآن سيقولوا فعلا بلال خنوس 18 سنة ويلعب كأس العالم وفريق الوطن المغربي يفوز يوصل الناس النهائي وكان ممكن يفوز شو في لالتقتنا الصور بلال خنوس لما خرجوا وليد الرقراجي والعناق الحار شوف الملامح وشوف العواطف وشوف المشاعر كل هذه الصور في الحقيقة منذ القطر لن ينسى كل هذه الصور العاطفية والجميلة والمغربية لن تمحى من ذاكرة الأجيال وأكيد وكما قلت وقالوا الإخوان كاملين وليد في التواصل قوي والتواصل يمكن يكون بكلمات ويمكن يكون بعناق ويعرف فقط يستعمل العناق مثلا في ذاك الوقت مع بلال الخنوس وخارج كيف أنهم بالاخترات يكون غير خرار مثلا مع بونوف وهم يدروا واحد لستجوى بيناتهم مع بوفال وكينا أشياء إذن تقنية التواصل مهمة من سبالها من سبال نحن مدربين في المسقبل كنقول في المشروع تلكوين يعني يمكن تنجز هذه الأمور ويمكن في المسقبل يجب أن يدخلوا فيها بعدها مع التقنية التواصل مع التقنية الديني لأنه لم يكن يكون مدربين في المسقبل غير على الجانب التقنية والتاكتيك واليقل البدنية ولكن ما هو بيداغوجي ما هو تواصلي ما هو كذلك ديني كلها أشياء مهمة وبالتالي فقراءة وليد الرقراوي كيف أنه استطع أنه يجمع لنا هذا المواد الفريق الوطني ويعفزه ويمشي بي أعلي ومن خلال هذه القراءات نديره بورا ما يشتع تكون نتعنوز قبل لكي نبقوا دائما في القمة إن شاء الله كان فيه الكثير من المشاهد التي سمحتوا لي وسأعطيكم الكلمة التي تعلقوا من المشاهد الجميلة ربما لخصت بزف ديال الحويجات وهي اللحظة التي انطلق فيها مبابي نحو المرمى المنتخب المغربي وكيف اشتبعوا المرابط كان بعيدا ليش شوية لتعقلوا على اللقطة وكيف اشتبعوا المرابط بوحد طريقة والمرابط طبعا كان عيار لأنه هذا المجهود كبير وانتزع منه الكرة بطريقة بطولية شوف هذا المشهد يلخص كل ما قام به وليد الرقراقي أنه لن تمر أنا نقا معك وندير المجهود كامل في هذا الجانب نظام تاكتيكي موين وترصيخ القيام المغربي في اللاعبين المنتخب المغربي فولد الرقراقي كمغربي تزاد في أوروبا وتكون في المغرب أعطاته هذه الروح الوطنية كيف يرسقط القيام ومن خلال هذه القيام كيفية الدفاع على الرأي الوطنية فأكيد حتى الرأي الوطنية من يكتاز في النشيط الوطني فأكيد هناك كتولي واحد للمة لأنه ذكرنا في القيام كمغاربة معروفين واحد تنوؤ وتعدد تقافي حتى في الأمازيغية نقول مثلا واحد شعر أمازيغي تقول لك ثقمات هنا نقصد بها العائلة هذه العائلة الرياضية مشات القطر من أجل إضاح الصورة للعالم لأنه المغاربة متواجدين الآن لمشتوى الرياضي ولا مستوى جميع المجالات بالكفاءات اليوم كوليد الريقراجي كأيطار لدينا الحمد لله في المغرب أكثر من 222 إطار كالتوفر فيهم شروط دي القيادة إن هذه النقطة مهمة وليد يتقاسم هنا هذه الفكرة دي المنافسة في الأفكار فباش تنتصر على مثلا على بلجيكا بمدرب ديالا لواء مارتينز وتنتصر على إسبانيا بلويس إليريكي ديالهم في كاف برو هذو ناس نموذج خدوا عليهم هما نموذج ديال أنه يديروا تكوين ديالهم والتقطير فباش تنتصر كثير من الأستاذ يعني يكون واحد منافسة في الأفكار يعني عن طريق الأفكار يمكن نبني المشاريع ديالنا في جميع المجالات أنا أريد أن أفتح قوسان فقط في هذا السياق ثم نعطيكم الكلمة ضيوفنا الكرام المكاسب التي حققها المغرب هي مكاسب كبيرة جدا يمكن أن نقول بأنه 130 مليون تفاعل مع محتويات المغرب يعني كل محتويات ديال المغرب في وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الفترة هذه 130 مليون تفاعل يمكن أن نقول بأنه المشاهير وصناع الرأي مثلوا 40% من الناس اللي تكلموا بشكل إيجابي على المغرب في الأنترنت يعني الصورة ديال المغرب تسوقت بشكل كبير بفضل شباب مغاربة ومدرب مغربي وجامعة لكرة القدم مغربية كذلك وبفضل سياسة رياضية وطبعا نزع نحو تنمية البلاد تحت قيادة جلالة الملك إذن ربما الصورة تبدو واضحة صحيح تجربة وليد الرقراغي أنا سأسميه ظاهرة وليد الرقراغي حيث لتسمين هذه تجربة التي فيها عدة مكاسب من غير المكاسب الرياضية أنا سأرغب من مجال تخصوصي ما هو رياضي وستد مو من رشار له اللي هو التكوين قالوا اللي تتمين هذه التجربة هذه خص هذه التجربة للوليد الرقراغي ما تلقاش غير تجربة عشناها وفرحاتنا نهبطوها الأرض الواقع ونردوها معطايات علاج ننجح مقبيلة وانت كتقول لنا أستد شنو هي الوصفة السحرية قالوا احنا نعرف شنو هذا المعطايات اللي قدمن هذه المعطايات نصوبه سيكون نعرف البروفيل ماروكا حيث نحن كنا بحلة ألفين واش اللعبون نتبعوا المدراسة الإيطالية ولا نتبعوا هذي ولا نتبعوا هذي دونك ده ببور لانستون اللي لعدنا إنجاز مغريبي بأطور مغريبية في كونتكست مغريبي في واقع مغريبي ودرنا به الانجاز الرياضي ووسط منتخبات أنا كنقول لهم المرور دي المغريب النصف النهائي بحل تلميذ المجتهد اللي يطلع بدراعه علش بدراعه ما تشهي مبارات ما كانت عندنا سهلة بلجيكا ببرتغال كانوا عندنا مباراية صعبة ذلك هذا ما يمكن نفرق الإنجاز الرياضي مع البحث العلمي وكان نظن أن الدكتور يكون متفق معي حيث البحث العلمي لا يمكن أن الرياضي تزيد القدام بدون البحث العلمي وحاليا المغريب سوف يتصور البحث العلمي في الرياضي ونرى معهد في المغريب كان لدينا معهد مالكي تكويل أطور ومعهد مولي رشيد ونرى معهد علوم رياضي في سطات ومعهد مهد قنيترا ومعهد علوم رياضي في فاس نحن نفيد هذا النصق ما هو علمي ما هو ما هو تقني ما هو سوء لتغان لا نظن أن هذا سيكون ونطلق في المونديل ونقش الإنجاز للتأهل من المنتخب الوطن المغربي وعليش لا نربحه إن شاء الله في النقطة 140 مليون بحث 130 مليون هنا نرجع النقطة الجالية المغربية الجيل الثالث الآن الجيل الثالث عنده واحد الحسن تلقى أطفال معهم الجو المغرب يعرفوا فقط المغرب لأن الجد مغربي وحاليا يريد تعلم الناشط الوطني يريد لبس توني المغرب لأنه أشعر برصوب لكينة الفائدة من الانتماء المغرب لأن المغرب تصل على الربو وهذا عنده تأثير مستقبلي على هذا الجيل هذا ضخم جدا لاقتصاديا ولا سياسيا ويحتم الجانب السياسي فالرياضة هي وسيلة لتمرير أطروحات سياسية لأن الدماغ لا يكون في حص النقدي وانا كنتفرج في كرة لا يمكن دوز رسائل سياسية واقتصادية مهمة بثاف هذه هي البراغماتيكية للرياضة هي الرياضة ليست جلدة من فوخة تتبعوها 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 هي أبعد من هذا عندها تأثير على الحاجة الفرح الحاجة الفوز لحص الانتماء كل الدولة اقتصاديا سياحيا اجتماعيا فرصة كبيرة وهذا عليك ندر البحث العلمي في الرياضة لأنها ليست مجرد رياضة ولكن صورة البلاد هي ديبلوماسية من نوع آخر هي حاجة بيولوجيا من نوع آخر والمغرب في هذا المنظر هذا حقق الكثير من المنجزات تكلمنا على البحث على المغرب في الانترنت تكلمنا على الترويج لوجهات المغرب السياحية صورة مغرب طموح مغرب متضامن صورة مغرب يعني يحقق الانجازات يقارع الأمم الكروية الكبرى الجمهور المغربي كذلك ربما أروع جمهور في المنظر يعني الصورة ديالنا كمغربة باتت يعني صورة شعب طموح كما قلنا قبل قليل وهذا في الحقيقة ربح كبير غير هو حسنا بنيه وعليه ويجب أن يستديم ويستدام طبعا وإذا شفنا الاعتزاز الذي كان عند جميع المغرب بالتقفة ديالهم بالتاريخ ديالهم هذا يجب على أن الجمهور المغربية كان نموذج في هذا كأس العلام شفنا واحد انضباط وهو واحد تعامل وهو فراقي وبالتالي تعامل شفنا كما قال سي جمال المهد المغرب دائما ذلك الارتباط العائلة كان بان من خلال التأذر ومن خلال العلاقة اللاعبين مع العائلة ديالهم هذه المسائل وهذه الصورة التي سوقناها الآن الحمد لله أنها ستترجع بالإيجاب كثير كثير من هذا كان واحد جانب أخر أو الثاني هو جانب اقتصادي من خلال السياحة سيكون جانب اقتصادي ولكن من هذا سنسمعه باللي الأكاديمية تعمل محمد السادس أنها أعطتنا لعبين هذا اللاعبين أنا مثلا أناحي لي كانت مساودي بعدها أناحي لي كي سوي الله ثلاثة ملايرون إصلابا واللكي سواء 45 مليار وربما أكثر بمعنى أن العائدات مثلا الغديم كلها ترجع للمغرب لو أننا اشتغلنا أكثر وزدنا في البحث العلمي وزدنا أننا في المراه في الأكاديميات ونوعناهم أكثر ستصور أننا لعب واحد قد يدخلك 32 مليار ولا 40 مليار أرى أكبر شركة في المغرب لا يمكن لك دخول هذا الحجم وهذا اقتصاد آخر من بعد السياحة هذا اقتصاد صحيح لأنك تبني عليه لبريزيل لأن المداخل اللاعبين لبريزيل سنويا أرىها كالضاهل المداخل لقطاعات الأخرى وبالتالي فقدم هذه المسألة كما قلت يجبوا فعلا أننا استغلال هذا الحدث وهذه الصورة الليلة الآن مصوقة لأن نحتاج المساوى التقني الآن جميع الدول العالمية وجميع المدربين غير يقلبوا الموهبة المغربية وعلى ذلك وشفنا المدرب الإسباني لما تكلم على أونحي يعني من الناحية الرمزية لما مدرب منتخب خصم يتكلم على مدرب لاعب يعني في الفريق الآخر بهذا كشكل هذا وقالها قال أنا فوجئت هتسيد هذا منين خارج شوف غير هذه الكلمة ما كانت تعني بزافت على الحويجات طبعا لأن هنا كان نفكر في مسألة كيفية إعادة إنتاج أونحي أو غير أونحي مثلا مني كان نجيو للمنتخبات هنا لما كانت تعطى الرؤية الرؤية تعطى للمدرب فمثلا نحن لم نستمر نحن في واحد مجموعة من الكفاءة المغربية واللائبي للمغربية قبيلة السحاسان والإخوان كلهم يتحدثون عن الموهبة ديالزياش داخل التعليق بالله مني كان نمشي وإحنا الإقصاء مثلا أنا نرجع معك يعني بالبعض الأمور اللي يعشناها كإعلام رياد يعشتاش خصيا مني نتقصينا بعد ندوى ديالسي واحد آمنة بنجوميات بعد الأسماء في منتخبات ولم يؤمن بنجوميات زياش وبالتالي خرجنا من دور ربو في كأس إفريقيا وبالتالي هادئو ناحي هذا هي نتاج ديال المدرسة مغربية خالصة يعني يعني ما عرفناش كيف نستمر فيه ولكن من جاء وليد الرجل حاول ما أمكن تعطاه مرة أخرى هذه الفرصة لأن إطار اليوم يعرف كيف يصنع لنا نجم لأن مسألة ديالسينا نجوم اللي من تعطى تعطى للأطور الفائلة والتي لها أيضا رؤية وبعد نظر كيف سيصبح مثلا هاد لعيب عنده بروفيل ديال المنتخب المغربي وهذا إنجاز كبير ديال أكاديمية محمد السادس لكرة القدم يعني حتى الفيفا في إحدى مقالاتها تكلمات على هذه البنية الرياضية المغربية وأشادت بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم كتقدم التربية والتعليم وكذلك كرة القدم وهذا نموذج يعني إفريقي وعالمي ناجح أكيد لأن هنا في مسألة ديال أكاديمية في البداية تحتت على مسألة ديال التكوين فالتكوين هنا كين واحد مجموعة ديال إشكالات ما زال ما طب دير واحد مجموعة ديال طريقة ديال التدبير عشوائية على مجتوى الآن ديال حيث اليوم إلي عدنا مجموعة من الأطور عدنا تجربة ديال السيحة حسين مومن في الطربيع مثلا وفي تكوين ديال اللاعبين ديال الناشئة ديال سيحة رحمان سليمان اللي هي جربة رائدة في المغرب لسيحة حسين مومن يؤمن بهذه مسألة وكين مسألة أخرى هي أساسية مسألة ما كان أمنوش بالبحث علمي كما قالوا الإخوان قبيلة لأن أولا إعادة هيكلة الاندية الرياضية بالمغرب ما يمكن أنه الجامعة حققت هذا الإنجاز اليوم وعندك رؤساء الاندية والاندية لا يؤمنون بهذا الجانب ديال التكوين والبحث العلمي في النادي ديالهم فبالتالي ما غديش تكون أدنا تكوين يمكن كان هنا كماركز تكون أخرى اليوم كان فيه تحول نحو البطولة الاحترافية ما بقينش كان خدموه بمنظومة الجمعيات مشينا المقاولة الرياضية حصل نوع من التملم وربما في هذا السياق قد نمشي بعيد من الجانب نفسي والجانب الاجتماعي نحن مثلا نشجع فرق أجنبية يعني نضيع الحس لانتماء فرق أجنبية مثلا نشجع البارصة مثلا كما نشجع فرق غريبية نزيد حس الانتماء ونزيد وحد الحاجة غريزية للانتماء اقول أن البارصة غلبت أقول للمغريب غلب والفرق هنا الكبير هو أنني أنا ممكن ندير الإسقاط الشخصي ديالي أنا على الفرق المغربية. ما نقدرش ندير الإسقاط النفسي ديالي على ميسي ولا على شيء واحد آخر. أنا كشخص كنشوف مثل أناحي. هناك فرق ربما أستاذي إيشو. لما نتفرج مثلا في البارسا أو باريسان جيرما أو غيرها. فمن باب المتعة فقط. ما كنشوف سراصة فيهم. أنا غير قابل أنني ندير الإسقاط ديال النجاحات ديال ميسي على النجاحات الشخصية ديالي. ولكنني كنشوف أناحي. ولكنشوف نصيري. ولكنشوف واحد المغريبي اللي كنت تلقيته في السوق. ولا يقدر ممكن تلقاه في السوق. كنشوف راسي. كنشوف راسي. كنشوف الإمكاني ديال أنا واحد نار حتيانة غادي نوصل. وهذا هو المشكلة والخطر يجب الاستثمار في الدوري المغريبي. لأن هذا الدوري والوحيد. أشتري تقييم ديالكم البطولة الوطنية بأقسامها كلها. كيفش كتقييم الأداء الجودة تنافسية كذلك؟ أنا أهضرنا لأحد الجانب. اللي نثمن شوية أهضرها ديال. أستاذ جمال. هي أكي غا نديرو نعطيه رأينا. وحنا ما لدينا سينا بس دوني. فش كنهضروا على الانجاز الرياضي. مثلا سمحوا لي. غا نهضر شوية تكنيك. غايف أهمني أستاذ مومن. مثلا كنهضروا على اللعاب. ما أعطيني شنو هي الفيما. شنو الحد ديال هذا المعيار اللي كنعتبدو علينا مع اللعابة. اللي كتلعب في البطولة الوطنية. أكبر لعاب عنده مثلا درناليه الوتاست. ولقيناه مثلا عنده أكبر قيمة ديال هاد الوتاست اللي كنديرو. ما عندناش ما عندناش لا بصددوني. علاش حيث وسط الكلوب أو لا وسط الفريق. ما عندناش بعد البحث العلمي. لا نؤمنوا به. حيث ما يمكنش نزيده بلا بحث علمي. حيث يكون عندنا معطايات. ها وما عندنا معطايات. أرامانشي غي نجمعوا المعطايات صافرة وصندق. نجمعوا المعطايات وخصنا هاداك سيد لذلك المعطايات اللي عندنا. نقدو نخدمه بيهم. باش نقدو نخرج بيهم معلومات. باش نقدو نعطيك أنا تقييم ديال البطولة. ونقول لك البطولة. واش تقت نفس بطولة مثلا. في أمريكا اللاتينية. فنسي جنو بغيت نقول. ديما كنهضر أنا. لا في مدخلاتي. لا في محاضراتي. كنحاول نمرر هاد الاسائل. علاش كنقول لهم. راح. بحلبة منتخب الوطني المغريبي. كين الحبشي. اللي هو الاناليست فيديو. راح. ما كيدرش غال الاناليست فيديو. راح كيدر. الاناليست دي الانجاز. دي البرفورمانس دي لعابة. ديما البيسي ديالوحده. وديما كيعطيه ليدوني. دونك يعتمد عليه وليد الرجاركي. باش يعطيه قراءة بليدوني. ماشي قراءة. أمقا نشوف فيه. كيلا. بمزيان ولا ما كيلا. باش نقول واحد كيلا. بمزيان ولا لا. راح. دنا معايير. عندنا شخص يكون عنده هنا. شخص يكون هنا. دونك أنا كان بليه. أنا لا يمكن الفرق ما بين ما هو بحث علمي. ما هو إنجاز. ريادي سخطونا بحث. كان عارفوا أن البرفورمانس تقاربوا. ما فاش كان هدروا علىها. هذا بش حلك يجري. وهذا بش حلك يجري. كانت قريبا مقاربين. دونك المعايير الصغيرة اللي احنا ما زالي نجلوها. هي اللي كتدير الفرق. نعم. في نهاية هذه الحلقة هذه. كيف يمكن أن ينعكس هذا الإنجاز في الصعيد الرياضي على كل مناحي الحياة. طبعا اللحظة التاريخية اليوم تستدعي طرح هذا السؤال. وتقديم الأجوبة من خلال البحث العلمي. من خلال السوسيولوجيين. علماء نفس الأكاديميين. الرياضيين. الصحفيين الرياضيين. اليوم نحن إزاء واحد اللحظة مختلفة تماما. حققنا ما لم نحققه منذ سنوات طويلة. كيف شهد الروح تمتد بتشمل كل المجالات سيوجده؟ وأكيد. لأن يمكن استطمار في هذا الإنجاز. استطمار دائما كربطه بالمؤسسة. رأي مني كنقول للمؤسسة جميع الكرة القدم. يمكن خاطط خطوات ثابتة نحو التألوق. نحوها رسم. مجموعة من المشاريع التي نجحنا فيها. إذن الإنجازات الكرة القدم النسوية. كرة القدم داخل القاعة. ومجموعة من إنجازات المنتخب المغربي الآن في قطر. ولكن على سعيد الآن دي. هذا هو السؤال الذي يبقى نطرح إلى الآن. أنا لا يمكن الإجابات الكافية. ولكن كمتتبعين لأنه لا يمكن اليوم أنه نجحه في هذه التجربة التي وصلها المنتخب المغربي على مستوى البطولة الاحترافية. المستوى البطولة المغربية. مدام أنه المسؤول داخلنا دي. لا يؤمن بالكفاءة ولا يؤمن. فسمحني نقول لك هذا المسأل. هضرنا قبل عن نظرية المؤامر. شيء لما كنت مكوي. وكتكون يعني عندك الآلية دي. الاشتغلوطة التي توضع ليه واحد البرنامج. منك تجي تناقش المشروع مثلا دي الواحد النادي معين. يعني كيعتبر أنك أنت كتشكل له واحد الخطورة. يعني في ترسيخ هذاك. يعني في تدبير مثلا هذاك المشروع. لأن هذه النقطة هي مهمة. فبالتالي تتحول أنت من فائل رياضي عندك تكوين عالي إلى مشويش أهلة النتائج اللي هي السلبية. فبالتالي ما يمكنش اليوم أنه ننجحه إلى ما كانتش إعادة هيكلة الأندية بالأنظمة ديالها. لها تكون ديمقراطية فيها شوية الحاكمة والشفافية. وأيضا وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. لما كان نوضعه اليوم فوسي على رأس الجامعة اللي نجح في المشروع دياله. كان نجحه نحطه وليد ريقراجي. نجح في المهمة دياله. كان نحطه السيحة المومن على مجتوى التكوين. نجح مع الفتح الرباطي. مع أولمبيك أسفي. نجح مع الويداد الرياضي. لأنه اليوم ما بقاش الوقت. ولكن ما غاديش نذكر اسماء لتألقات مع السيحة المومن. احتفظ هذا البرنامج ما بقاش الوقت. كيف ما تكلمت على السيحة حسن. يعني أنت طبعا اشرفت على كل هذه المجالات الناجحة شنو درت؟ طبعا هو يشخص نديره بمستقبل. لأن المشكلة مطرحة الآن. بما أن الأكاديمية التي تكون تكون الأطور. تكون اللاعبين. هو النقطة الواحدة لك. يمكن لك أنك تخليك تبقى ديما مع أحسن الفروق العالمية. إذا كانت الأكاديمية محمد الساديس دارها جلالة المالك بدعم مالي دياله. باش يكون نموذج يحتدى به داخل الفروق الوطنية. مع الأسف أنها لحدنا واحدة ربعاء. ولست داع الفروق الوطنية الآن ليمشات في هذه التجال. فتح الرياضي جيش المالكي. نهضة بركان الجديدة. ولكن بغينا أن جميع الفروق الوطنية أنها تكون عندها أكاديمية في نفس المستوى. باش يكون واحد صراع على المستوى الانتاج. على المستوى التنفسية في الفئة الصغرى. وغيرتنا لعبين متألقين. أكثر من لهم الآن. كنشوفه الآن في البطنة الوطنية. ربما اليوم أو غدا هذه المؤسسات التكوينية في الأندية الوطنية. حيث هذا تحصيل حاصل. والواقع يفرضه. وربما هذا النجاح على الصعيد العالمي في مونديال القطر. يعطينا دفعات ودفقات من الأمل في الصعيد الرياضي وفي الصعيد التنموي. كله نختم بك. تعطينا خلاصة وعصارة الحديث. خلاصة. إلا بغينا نستثمر هذا الفوز وهذا النجاح يجبنا نفهمه. أولا تأثير ضخم على المجتمع لده. عندما نرى الناس لا يفهمه في كرة موتنا وجدتنا لا يفهمه في كرة. وفرحانين لأن المغربي غالب. لا يعرف كيف يكون هو الفريق المغربي والفريق الخاصم. وفرحانة وما يمكن أن نقوله بالله. هي فرحانة أقل من مدرب أو فاهم كرة. هذا التأثير على المجتمع هو تأثير ضخم. ويجب أن يتعطيه الوقت لكي نفهمه التأثير الكرة على المجتمع. وكيف نستطمرها من الجانب النفسي. من الجانب الاقتصادي إلا من الجانب السياسي. يعني هذا. خلصنا نشوفه كرة منطق ميهاني وبراجماتي. أنتم مباحثين. خلصكم ديروا الخدمات هذه. أنتم مباحثين ومن منطق الإيجابية ومن الخيرات الفعال. طبعا يجب أن تبدأوا في هذا الورش الكبير. واللحظة تقتدي دالكسي. بنشو. نعم. بطبيعة الحال. بديتولة ما زال. نعم. ولكن في الحقيقة محتاج من جهود كبير. أول جريبة. كنشوفوا هذه الظاهرة الفرح العارم. فبنك تشوف مغربي. خلص. ما لجيبه. ودوير الزمان بيش يمشي القطر. فهنا كتطرح أسئلة سوسيولوجية نفسية مهمة بزاف. خلصنا نشوفه كرة من جانب براجماتيكي. من جانب أنها مهاني. اقتصادي. وبراجماتيكي. ماشي فقط هواية. في تنة مرحلة الهواية. نحن في المربع الذهبي دابا. مبقيناش كنهضروا على الهوات. شكرا لك ضيفنا الكريم سيشول. أستاذ حسن مومن. شكرا جزيلا. أستاذ أجدو. أشكرك كثيرا. سي لطفي. مرحبا وشكرا جزيلا. شكرا لكم ضيوفنا الكرام. شكرا مشاهدين في كل مكان. تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامجكم بكل هدوء. النقاش الأعمق والتحليل الأدق. طبا مساءكم. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة